هنعمل مكارونة خضرة بالكسبرة والبقدونست أنا بإذن時 حتى ما هيcedes عن نار تغلي هنعمل المكارونة أي نوع مكارونة عايزة ألم عايزة الخواتم دي زي ما انت عايزة عندي هنا بقدونست وكسبرة خضرة وتوم بقدونست وكسبرة خضرة وتوم هعمل بيوم ايه؟ هعمل لها صلصة بقدم كل مرة بنعمل مكارونة بصلصة حمراء أنا لا أنا النهاردة هعمل لها صلصة خضرة البقدونس وكزبرة افطحهم كده قطع كبير حضربهم في الخلاط والغسلون طبعا حلو قوي حط لهم ميا ميا مش كتير طريقة الكيكة الجزر ايوة وطريقة اللانسرين عادي حاضر عيني شكرا لك انا حطب بس كده على المية شوية ملح وهروح منزلها الايه المكارون خلاص هزيس اقلبها تقليبة وازدار مش هغطش عليها وهسيبها ايه تستوي نيجي هنا بقى للايه للخضار نعملها عصير كادي بعمل عصير تماطم ابدأ ان انا اعمل السلسطة المكرونة الخضرة دي طبعا حط شوية زيت يسخنوا بس كفي علاية كده شوية زيت يسخنوا وحديها تومة وشوية ملح لارة اهلا وسهلا ماشي لا امي عمت لنا حم السلسطة ده جميل جدا جميل جدا تسلم ايديها تحياتي لها حبيبتي انا دلوقتي حسيب بقى الخضرة دي تتسبك شوية اللي انا حطالها هي حزمة بقدونس وحزمة كتبرة درب توم في الخلاط مع نص كباية مية وحطت التوم واسفها بقى تغلي حلوة قوي وتتسبك شوية تمام كده انا كده خلاص بصوا كده خلاص اهي طبعا ما بتنشيهيش قوي العصص الاخضر ده قوي لا يعني بتخلي فيه شوية تصص علشان المكرونة تشربوا اهي بصوا بقى كده هتبقى عاملين عارفين الرز الاخضر اللي احنا عملنا المرة اللي فاتت بالشبت دي تبقى زي وكده